منتابعا نحن وياكم بعنوين الصحف الصدرة صباح هذا اليوم الجمعة 16 تشرين الأول 2020 البداية مع صحيفة الأخبار الأخبار عنونات اليوم نتنياهولا سلام مع لبنان طالما حزب الله مسيطر الحريري لا يتراجع وبالصورة ازدهار الأمن الذاتي هنا بتحقيق خاص للصحيفة بالسابعة وثمانية صفحتين سبعة وثمانية بأنه كل بيت أو كل مبنى عم بيكون هو عم برائب شو في حوالي وبالإشارة إلى أنه زادت تركيب الكاميرات بالممتلكات الخاصة لا يعني بإطار ما بعف إذا تعتبر هيدا أمن ذاتي بس بغياب مراقبة يمكن من قبل الدولة اللبنانية بالجمهورية الحريرة التقت الرسالة ولن يعتدر رقم كارثي جديد ننتقل إلى صحيفة الشرق مين رئيس جمهورية لبنان؟ ميشيل عون أم جبران باسيل؟ هكي بيسأل عون الكعكة مع أن الجواب واضح ومعروف من هو رئيس جمهورية لبنان يا أستاذ عوني؟ هو فخامة رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون بس إذا مش كتير هكي مضيع والتنغيم بهيدا الموضوع صار قديم عوني يرجع الاستشارات كرمة لعيون الصهر والرئيس الفرنسي وبري مستقان دخلك ما عندكن كان أنتو حدا كان كمان عم تكرمي لعيونكن ولعيونك؟ بس مش يعني اتهامه صحيح يعني بهذا الإطار ونفس النغمة عم تتكرر كل مرة يعني العلكة ما زهقته من مضغة ونتابع مع صحيفة الديار عبد أصابع بين ميرن الشروحي وبيت الوسط محركات التشكيل معطلة استياء فرنسي من بعبدة وإسرائيل تكشف عن ثمن مساعدة لبنان اقتصاديا واشنطن تواصل الضغط على التيار الوطني المطلوب بطلاق مع حزب الله والنوصل للبناء جمود سياسي بعد تأجيل الاستشارات وإعادة حسابات عند الجميع لاحتواء الصدمة مساع فرنسية للوساطة بين عون والحرير لإعادة المسار الحكومي إلى السكة وترميم العلاقة بين المستقبل وتيار الوطني الحر يعقد التفاهمات بانتظار الخميس صحيفة اللواء نكسى ما بين الخميسين من يؤلف حكومة المبادرة الحرير يتشور مع بره ولن يتصل ببسيل وأزمة سيولة بالليرة بعد الدولار نتابع مع صحيفة الجمهورية ولكن كاريكاتوريا مع أنطوان غانم المواطن لاحق الليرة والسلطة هي المسكة بهالعمل طلع ضهره للمواطن وعم تخليه تعبين وهلكين طيل حق اللقم والليرة